عقد قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة العسكريين وممثلي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات التسليح حيث التقى الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري مع وفد تحالف الشركات التركية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية وممثلي الشركات الفرنسية لمحاركات الطيران كما التقى الفريق أشرف عطوى قائد القوات البحرية بوفد من شركات أمريكية وفرنسية وصينية وإماراتية وبرئيس هيئة التسليح الإسبانية وممثل عن قائد القوات البحرية القبرصية وقائد القوات البحرية الغنية كما التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية بنظيره الرواندي ووزيرة الدولة لشؤون الدفاع والمحاربين القدامى الأغندي وممثلي عدد من الشركات الصينية والأمريكية والهندية والإيطالية والألمانية والكورية واليونانية والفرنسية والتركية هذا والتقى الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي بممثلي شركات أمريكية وألمانية وصينية والتقى أيضا اللواء كمال وفا رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة بنائب رئيس وكالة الدفاع لكوريا الجنوبية ونائب مدير الإدارة العامة للتسليح الفرنسية لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط ووكيل شركة كلاندور البلغارية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية لمنطقة الشرق الأوسط وتناولت اللقاءات السبول دعم وتعزيز علاقات التعاون في المجالات العسكرية المختلفة وزيادة أفاق الشراكة الاستراتيجية مع مختلف القوى العسكرية للدول الصديقة والشقيقة